أفاد مصدر دبلوماسي عربي في دمشق لصحيفة الوطن شبه الرسمية بأنه سيتم افتتاح الصفارة السعودية في دمشق قريبا وبين المصدر أن التحذيرات لفتاح الصفارة ستبدأ خلال الأيام القادمة على أن يتولى قائم بالأعمال رئاسة البعثة إلى حين تعيين سفير للسعودية في سوريا الأمر الذي لدي السارقة وقتا طويلا وتابعت الصحيفة أن السفارة السورية في الرياضة كانت قد استأنفت عملها فور وصول السفير أيما سوسان واستلاب مهامه في حين عادت الخدمات القصولية كالمعتاد رفضت محكمة النقد أعلى محكمة في فرنسا طلبا قدمته شركة لفارج الفرنسية لصناعة الأسمنت لإسقاط اتهامات التواطب في جرائم ضد الإنسانية على خلفية دفعات مفترضة لجماعات جهادية خلال الحرب في سوريا وأقرت الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم أنها دفعت ملايين اليوروهات إلى وسطة للمحافظة على تشغيل فرعها في سوريا عامي 2013 و2014 بعد وقت طويل من انسحاب الشركة الفرنسية من البلد لكنها أصرت على أنها غير مسؤولة عن انتهاء الأموال في أيدي مجموعة جهادية وكانت محكمة النقد قد رفضت تهمة موجهة للفارج سابقا بتعريض حياة أشخاص للخطر قائلة إن القانون الفرنسي لا يجوز أن يطبق على السوريين العاملين في المصانع التابعة لها وصحبت لفارج موظفيها الأجانب من موقعها في سوريا في العام 2012 لكنها أبقت العمال المحليين حتى العام 2014 عدم تم إخلاء الموقع مباشرة قبل سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليه أفادت صحيفة الوطن شبه الرسمية نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء عن صدور قرار بتعريفة جديدة لاستهلاك الكهرباء للقطاعين العام والخاص والخطوط المعفاة من التقنين دون أن تشمل الزيادة الاستهلاك المنزلي وفي السياق كشف نائب محافظي ريفي دمشق محمود الجاسم أن المحافظة أسرت قرارا عدلت لموجبه أسعار استوانات الغاز المنزلي والصناعي بحسب المسافة التي يقطعها الموزع بعد رفع سعر المزود وبدوره كشف المسؤول الاقتصادي في الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان في دمشق أن الجمعية تتحضر لوضع أسعار جديدة للحليب والألبان والأجبان ومشتقاتهما بعد انخفاض الأسعار نتيجة تراجع القدر الشرائي للأهالي بيانت صحيفة الثورة الرسمية نقلل عن خبراء اقتصاديين ضعف القدر الشرائية للمواطنين في ظل الارتفاع المستمر للمواد الأساسية وحوامل الطاقة وسط انخفاض تشهده قيمة اللير السورية وقالت المصادر أن محاولة الحفاظ على سعر الصرف لم تكن ناجحة وهذا نلمسه من خلال قراءة الموازنة التي تعتبر موازرة تدخمية غير مولامسة للواقع معتبرين أن تدخم فيها تجاوز 150% وطالما أن الموازنة رقمية فقد نصل إلى تدخم من نسبة 200% بدوره قال أمين وسر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة إن كل ارتفاع على أسعار حوامل الطاقة والمشتقات النفطية إنعكسوا بالضرورة على ارتفاع في أسعار مختلف السلع ومختلف المواد ومهما تكون الشريحة المستهدفة في رفع الأسعار فإن الأمر بالنهاية سيكون انعكاسه على الشريحة الأضعف وكان حفزة قد صرح في وقت سابق أنه توقع أن يكون العام الماضي نهاية للارتفاعات المتطالية التي حصلت في عام 2022 إلا أن ما حصل هو ارتفاع في الأسعار بنسبة 200% إلى 250% من حيث المواد الغذائية وارتفاع أسعار الخدمات وحوامل الطاقة بمختلف أنواعها قتل مدني وعصيب آخرون بجروح متفوتة الخطورة جراء قصف صاروخي لقوات النظام السوري استهدف الأحياء السكنية في مدينة علي حابري في إدلب الشمالي مساء أمس الثلاثاء وقصف الحالس الثوري الإيراني صباح الأمس الثلاثاء بالصواريخ الباليستية مواقع في إدلب شمال غربي سوريا ردا على الهجوم الذي استهدف محافظة كارمان جنوب إيران وتبنه تنظيم داعش صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستتخذ خطوات جديدة في اتجاه مكافحة الأرهاب في سوريا والعراق خلال الأشهر المقبلة ويأتي تصريح أردوغان عقب عملية عسكرية نفذتها بلاده في سوريا والعراق خلال الأيام الماضية مستهدفة مواقع عسكرية وبنان تحتية تابعة لتنظيم البيكيك في المنطقة ترجمة نانسي قنقر